اشتركوا في القناة والاهم تخرج بنينة بنينة بالبزاف نقدم هاد الوصفة اللي لمبزدئات اللي مازالهم داخلين في مجال الطبخ باش يستفادوا اكتر ويجربوها ان شاء الله وتنال اعجابهم اذا اول مرة حبيباتي تزوروني ما تنسوش تشتركوا كدلك تفعلوا جرس باش يوصلكم كل ما هو جديد ونبدي على بركة الله عندي كمية من الحوت ديروا نوع الحوت اللي تحبوه انتوما عندي شرائح من الطماطم اتنين حبة الطماطم دوسطين الحجم قطعتهم شرائح وحبة فصل قطعتها كذلك شرائح كمية البطاطا ديرت حوالي اربع حبات متوسطة الحجم قطعتها كذلك شرائح ونحتاج كذلك كاس قل اربع من الماء غدي نضيفه في الاخير اذا حبيتوا تضيفوا فيها خضرات اخرى فلكم الاختيار انا اكتفيت فقط بهذا الخضر نحتاج الزيت ملعقة صغيرة مملؤة من الزبدة او الماركارين اتنين الصوستوم مقطعين شرائح كذلك القصبر والمعدنوس بالنسبة للتوابل ديرت الفلفل احمر الفلفل اسود الكوركم والملح بالنسبة للتوابل ابقى ولكم على حسبة رغبة تقدروا تضيفوا التوابل اللي تحبوهم انتوما نجيب اولا المول اللي غدي نحط فيه الوصفة نحط كمية على الزبدة وندهن كامل الوجه ووجه المول في هاد الاثناء قد شعلت على الفرن يسخن يعني بلا ما نكمل هاد الوصفة ونجهزها نحطها في المول مباشرة تدخلها للفرن وهو ساخن شعلت له من الاسفل فقط درجة النار تكون من المتوسطة الى المرتفعة وبعد ما تحمرلي وتنشفلي في الاخير نطفعليها من الاسفل ونشعلها من فوق باش تزيد تتجمر أتمنى البنات تجربوا هاد الوصفة وتخرج شابة شابة بيبزاف وبنينة وكما شفتم مكونات جد بسيطة وكذلك الطريقة سهلة هنا زيد كمية قليلة على الزيت ونخليها على جنب نروح مباشرة نحضر البطاطا أو نرقدها أو نضيف لها التوابل في هذه اللحظة تقدروا تخلطوا كامل الخضر مع بعدياتهم وتتبلوهم وتحضوهم مباشرة أو تديروا كما غادي نضيف لها التوابل وحدها هنا البطاطا ضيفت لها القصبر خليط القصبر والمعدنوس تقدروا تديروا غير القصبر أو المعدنوس يعني على حسب ليكون متوفر عندكم وضفت التوم والتوابل ونخلط مليح هاد البطاطا نكمل نخلطها غير بيدي هكذا باش التوابل كامل يدخلوا في هديك البطاطا نجيب المول ونحط فيه نصف كمية البطاطا هنا يتقدروا تديروا الحوت من الأسفل ومو راح فرشة على البطاطا ومو راح فرشة على التماطم والبصل لكم الاختيار أو تديروا البطاطا في الأول وضيفوا الخضار والحوت في الأخير إذن نستفها بهذا الشكل كذلك بالنسبة للتماطم نضيف لها التوابل بالنسبة للتوابل كما قلت لكم سبقا تبقى على حسب الرغبة تقدروا تضيفوا أي توابل تحبوه من تومة نضيفت هنا يا الفلفل الأسود الكوركم والملح والفلفل الأحمر نضخل كذلك هاد التوابل في التماطم ونستفها مباشرة فوق البطاطا وبنفس الطريقة نتبل البصلة بالنسبة لهاد الخطار تقدروا تقطعوهم كيفاش ما بغيتون تومة يعني يبقى لكم الاختيار ديروهم شرائح أو قطع صغيرة على شكل مربعات نخلط البصلة مليح مع هادك التتبيلة ونفرشها على كامل هادك الطماطش وفي الآخر الحوت بنفس التتبيلة نخلط مليح ونستفه كذلك من فوق مع البطاطا مع الكمية تاع البطاطا أو النصف تاع البطاطا اللي كان متبقي لي نفرشها أولا تقدروا تديرو الحوت في الواسط أو تديروه فوق البطاطا يعني كيفاش ما بغيتون تومة ونستف حبات الحوت في الآخر الآن تبقى لنضيف له كمية قليلة على الماء عندي هنا كاسق الأربع من الماء نحاول نضيفه في الجانب ما تضيفوهش في الواسط باش ما تروحش للخضار وهذاك الحوت هادك التتبيلة نفرغ كامل الكمية ونزيد نقطع فوق المول أو فوق الحوت قطع صغيرة من الزبدة هاكده باش الطبق يجيني بنين ويجيني مجمر وندخله للفرن يطيب ونخليه حتى ينشف كامل هادك الماء ونطلقاه فيما بعد وصفة اليوم تبقى أكتر من رائع السمك بالخضار في الفرن يخرج يشهي البنات نتمنى تشربوه وينال إعجابكم مقادرة جد بسيطة والطريقة ولا أسهل والبناء ما نحكي لكمش نتمنى حبيبتي أعجبكم الفيديو وش هي طيبة وما أبقى لي أغنقلكم دمتم في رعاية الله وحفظه وإلى اللقاء إلى فيديو قادم إن شاء الله